طب أنا يا إيمان دلوقتي أنا بحب جوزي وعايز أرجع لجوزي إحنا اتطلقنا وعشنا ذكريات صعبة وعشنا أحسيس جرح وعيات وبكة وحنين طب إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي لسه بنحب بعض وقررنا إن أنا أرجع أرجع إزاي يا إيمان؟ أنسى إزاي الذكريات الصعبة اللي أنا عشتها في الجرح والانفصال والفرق أنسى إزاي إنه رحشة في واحدة غيري؟ أنسى إزاي إنه كان قلبه جابه إنه يحبه واحدة غيري؟ طب أنسى إزاي كل اللي أهلو عملوه فيي؟ طب أنا عايز أرجع هو السؤال هنا عايزة ترجعي؟ آه طب اسمعينا النهاردة معينا ومعاكم مشاهدينا الدكتور سامح نصر الدين استشاري العلاقات الأسرية زيك يا دكتور سامح أهلا بحضراتي كيف أن أعلم بيكي؟ الحمد لله من الحلقات اللي أنا بحبها اللي فيها أحاسيس حلوة يعني ما فيهاش اللي هو الجرح والفرق يعني أنا عايز أرجع لجوزي فيها مشاعر بس حلوة برطو أنا بحبه بس عمل فيي كتير وجرحني وأهله عملوا فيي وقال علي ومين وفينه كل الزكريات الصعبة دي إيه الحاجات اللي أنا مش عايز أقول شروط بس إيه الحاجات اللي أنا المفروض أتكلم فيها أو ترضيني أو أحسها عشان أقدر أرجع إيمان زي الأول وحريك قلت كلمة في الأول صح جدا مدام بحبه يعني مدام كلمة دي ظهرت خلاص واحدة هترجع لجوزي هي بتحبه أو العكس طبعا مدام بيحبه بعض هيارفو يرجع لبعض الشروط هتبقى شوية حاجات كده نتفق علي الاتفاق ما نتكلمش في حاجات من اللي فاتت ماشي يعني نقدر إن احنا ما نعودش نرجع للورة ماشي الفترة الجاب اللي كانت ما بينهم اللي يتطلقوا فيها أو نفصلوا وعايزين يرجعوا تاني ما نعودش نحكي إيه اللي حصل فيها ما نعودش نشوف إيه مشاكلناك كتير ونقعد نتكلم فيها فده يعني أكتر تبقى فيه مشاكل أكتر ما بين الراجل والست طب أنا إزاي هاخد ودي وأتكلم معه مش أنا لازم أطلع اللي جواي طبعا لازم أطلع الكابت بقى وكم المشاعر المجهوطة والحزن اللي جوا ده طب أنا بقى إيه سبتني أغبط دماغي في الحيطة وكنت زعلانة وشفتني عينة ومعبرتنيش وما سألتش علي يعني عارف ما بتصدى بقى إيه هو بقى بيتخيل إن هي بقى إيه يعني تقلب الترابيزة اللي هو بقى برمي عليك بقى كل العيوب طب هي أنا طلع إزاي اللي جواي بشكل إن أنا بينله انت جرحتني مش إن انت وحش زي ما حريكا قلت إحنا نفضي كل الأدين ونطلع كل اللي عندنا المشاكل اللي كانت عندنا أيا كانت بقى أول للراجل وللست اللي اتنين بيتكلموا وبيتفهموا مع بعض بيوصلوا إن إحنا كان كل ده زي الجرح كتا ما ينفعش إن انت تحط عليه على طول اللازق الطبي أو بلاستر زي ما بنقول لأ لازم يتنظف كويس وبعدين ساعة خلاص عيبقى يتعالج عيبقى كويس فإحنا لازم ننظف كل الأدين نشيل كل الحاجات الوحشة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها ونتفق بقى على الحياة الجديدة نتفق على نمشي إزاي فيها طيب أنا أنظف القديم إزاي إيه الأدوات إيه التولز الصح اللي أنا أنظف القديم بس بشكل مردي للراجل بالزبط كده أنا مبسوطة أقول إن ست وراجل حلوة دلوقتي إيه اللي يرديك راجل إنه وأنا بتكلم معاك ما تحسش إن كرامتك متهانة وإن أنا بطلعك معيوب وإن أنت وحش أنت أسوأ شخصية في العالم بتشوف أعداد وفيها عشرة وفيها حب وإن هو بيحبه كل حاجة بس مجرد يعني أنا وحش يعني يعني أنا ما عملتلكيش حاجة حلوة خالص طبيعا طبيعا يعني بدون ما الراجل يحس الإحساس ده طبيعا هو يعني إيه زي ما حاجة تقولي إحنا لازم ننظف كل ده زي ما اتفقنا خلاص بس هنعملها إزاي أكلمك إزاي آه هنعملها إزاي هنعملها الست دايما عارفة إن الراجل ما هم كانوا مع بعض بقى كانوا مرتبطين واتجوزين واسنين وعشرة وكذا إلى أخير حتى في الخطوبة حتى في الجواز في أي أنكين فلما نيجي نتكلم هي عارفة الحاجات اللي هو بتدايه إيه نفتكرها بقى وإحنا بنتكلم وأشهرهم وأكثرهم فعلا زي ما حدريك قلتي الكرامة الراجل كرامته دايما يعني بالبلدي كده اللي ينقح عليه أو يعني معتز بنفسه أو فدايما إن إحنا نخلي بأننا نقول أنت عملت كذا وكذا 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 غلط بس ممكن مثلا إيه الصوت يبقى واطي الطريقة تبقى ما فهيش أنا الكرامته يبقى بعدها بعد الحاجات الوحشة اللي أنا بقولها أنه أعملها ودي فعلا الحاجات حقيقية حصلت بعدها أقوله بس كان فيه كذا كويس بس تعالي نعالج الوحش ده هي دي الطريقة الأسكى في حل المشكلة القديمة يعني لازم الأول أقوله مميزاته يعني أنت كنت جدع في الحتة دي أو أنت لأ بالعكس أنت جبتلي الهدية مثلا في المناسبة دي وكنت كريم معي بس ليه الفترة اللي فاتت مثلا أنت مش شايفني طلبت منك كذا طلب وانت رفضت مثلا هل ده عند ولا هل ده أنت مثلا مش مهتم بيا بس مين اللي عندها القدر أن هي تعامل الطفل ده أن هي تعامل كذا أن هي تعامل كذا لا بس أنت دلوقتي قلتي كمان حل تاني يعني غير أن هي تقوله وفي ميزة واحدة اتنين ترسل زي ما لسا نتكلم أنت قلت الآن حال تاني اللي هو بتطلعيله مبررات أنت لما عملت الموضوع ده بصي هي طلعت تلقائي تلقائي بالفترة ماليش الواحد شاف حياته كتير ها فعلا كلنا جراب ده فبنعمل ايه طلعت منك تلقائي اللي هو فعلا أقوله مبررات أقوله إيه ده طب الموضوع الفلاني اللي حصل أنت بقى فعلا ساعتها كنت ايه طب كنت متضايق طب كنت اتعبان يعني إيه اللي خلاك تعمل كده معي كنت بتعند فعارفة مجموعة المبررات دي هتكبر الراجل قدامك أنه هو يقول واحدة فيهم يختار وعطيبقى هي الأوقع فعلا في الحالة دي أو ممكن يقولك حاجة تانية خالص ده ده انت كنت فعلا مدايقاني ده انت مش عارف حصل منك كذا هنا هيبقى العتاب اللي هو اللذيذ العتاب اللي هو المحترم بدون اهنا بدون جرح كرامات ولا أي حاجة عشان نوصل فعلا نرجع تاني زي الأول